في الجهة الغربية من مدينة لودر بمحافظة أبيان يواجه هؤلاء المواطنون أقصى الظروف التي تفتغر لأبسط مقويمات الحياة حيث يقيمون هنا في هذه المساكن البدائية المتهالكة إذ تتهددهم المخاطر ومعاناة التنقل من مكان إلى آخر نحن في الحارة هذه والآن نرقب نحن لفشيلة هذه من الأيام الوحدة ونحن هنا الآن لم نضمت الفتح علينا لا كبير لا صغير ما أدري لله سبحانه وتعالى في الأشياء حقنا مقاذل في البرحة لا معانا مال لا معانا عاكل لا معانا على قلد كنابل لا عب سكانوا كمال ناس نجدوا هنا على مقرس سيلة هنا الآن كل مرة يسجلوا هنا ولا نحصن شيء تجمع شيلة ما استطاعت من الحطبي بهدف إعداد الطعام لأبنائها لكن هذه المهمة الملقاة على عاتقها تتضاعف في ظل انتظارها الطويل للمنظمات الإنسانية التي تقدم لهم مساعدات من وقت لآخر تسهم في التخفيف من صعوبة أوضاعهم الشاقة نجيب الماء على روسنا كل حاجة نمشي أكلنا نطلب وطلب من الناس عيالنا ما تقوع وهذه عيشتنا المطار رقيلة قد قل المطار والله ما نقدر ننجح لقمه نرقض في الليل ونحن ما يترى من الضماء والقوحنا وعيالنا والمطار من تحتنا ومن فوقنا فنحن صبر على حكم الله والله علمه داري في حالتنا كيف نحن تفتغر هذه الشريحة المهمشة لأبسط مقويمات الحياة كالرعاية الطبية والتعليم بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب وهو الجزء الأكبر من معاناتهم خصوصا في فصل الشتاء الذي يضاعف وضعهم المعيش لافتغارهم للأغطية وما يقيهم من شدة البرد ثلاثة عقود وهم يغيمون هنا في مدينة لودر إلا أن أسبابا عدة أبرزها قشعوا بعض ملاك الأراضي جعلت أصحابها يقدمون على تهجير مئات الأسر لينتهي بها المطاف هنا في مجرسيول محمد مهيم غنات بلغيس أبيان